اشتركوا في القناة طبيقات ويب، نتوركس، أجهزة، انترنت الأشياء، السمارت هومز، كل ما ينفع عليه عملية اختبار الاختراق بشكل عملي نقوم باختبار اختراقه في هاي السلسلة بحيث انت بنفسك كمشاهد ومحب للأمن السيبراني تستفيد وتشوف بنفسك الطريقة العملية لاختبار الاختراق راح تقولي طبو العنوان انت بتحكي اختبار اختراق شركة إغنايت بقولك العنوان مش يكلك بيت يا صديقي اللاب اسمه إغنايت وهاي خلينا نحكي طريقة احنا كمخترقين وكخبراء من سيبراني مندرب نفسنا بالزيادة من خلال انه في غيرنا بعض الأشخاص بيعملوا ماشينز هاي الماشينز بتكون عبارة عن سيرفرات مثل الموجودة في البنوك في الشركات في الجامعات قد تكون أجهزة شخصية أي شيء يمكن أن يحدث فيه ثغرات أمنية وبتكون فيه ثغرات أمنية موجودة عن عمد بحيث تحاكي أرض الواقع وتقوم انت باختبار اختراقها لتنمي مهاراتك في خلينا نحكي في الأمن السيبراني أو في مجال الريد تيمينج بشكل عام رح أطلب منك طلب صغير يا صديقي إذا أنت جديد مش بس على قناتي إذا أنت جديد على مجال الأمن السيبراني بالكامل رح أطلب منك أنك تستمر معي بالفيديو حتى لو حسيت حالك مش فاهم أنا رح أشرح بالتفصيل قدر المستطاع تمام ولكن الشخص اللي ما عنده أي خبرة في المجال يشاهد الموضوع كأنك بتشاهد فيلم يعتبر نفسك بتشاهد بودكاست مدته لنت تتعدر 15 دقيقة رح تستمتع وإذا حابب تفهم أكثر أو تتدرب على هذا المجال شيك على الويب سايت تبعنا اللي موجود أسفل الفيديو بالديسكريبشن هذا موقع الأكاديمية تبعنا إحنا من دربك بنفس الطريقة فيديوهات اليوتيوب هاي هدفها تكون صحن مقبلات إذا عجبك بتتجه للصحن الرئيسي أو للطبق الرئيسي واللي هو شو واللي هو كورساتنا التدريبية المتقدمة في مجالات الأمن السيبراني رح تكون عدد جيد وكبير جدا من الكورسات رح تلقيها في الموقع خلينا نفهمك بشكل بسيط شو هاي الدورات دورة اختبار اختراق تطبيقات الويب بتعلمك كيف تخترق المواقع تكتشف ثغرات فيها وكيف تبلغ هاي الثغرات لأصحاب هاي الشركات والمواقع ويقدموا لك مكافأة مالية بالمقابل ممكن تشترك أيضا بدورة اختراق الجوال وأظن هذا واضح دورة اختبار الاختراق المتقدم اللي هي نفس اللي بنعمله في هذا الفيديو بتعلمك مجال اختبار الاختراق لتشتغل فيه كموظف أو كفريلانسر وطبعا دورة جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية دورة جديدة من نوعها من علمك من خلالها كل ما تحتاجه لتشتغل في المؤسسات الأمنية الحكومية من الناحية التقنية بحيث بتكون قادر على خلينا نحكي بتعرف كيف بتم اختراق حسابات التواصل الاجتماعي بتعرف كيف خلينا نحكي بتتم هاي الاختراقات بتأمن أجهزة الناس وبتقدر تقدم خدماتك كمستشار أمن سيبراني أيضا بحيث الناس بتجيك بتحكي لك كيف حصلنا أجهزتنا وحساباتنا وشبكة البيت عندي وشوف لي إذا فيها ثغرات شوف لي إذا في حدا مخترقني بتتعلم كيف تطلع تقرير كامل وتتبع هذا المخترق تتبع المجرمين وتجمع معلومات عنهم تطلع تسريبات من الانترنت المظلم بتفيدك في شغلك سواء اشتغلت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص كل هاي الدورات وأكثر عليها شهادات معتمدة على مستوى الإقليم والوطن العربي يعني انت ان شاء الله راح تكون مبسوط وسعيد في الموضوع الآن بإمكانك تخذ الدورة مع إضافة بسيطة اللي هي أنك تحصل على خدمة الحصص الخصوصية وهي خدمة من خلالها أنا بكون معك أول بأول مع الكورس انت بتأخذ فيديوهات مسجلة في الكورس وبنفس الوقت بإمكانك تحجز معي حصة خصوصية لايف متى ما بدك لما تواجه مشكلة تقنية لما تمر فيديو ما فهمته بالدورة بعيد لك شرحه لبين ما تفهمه لما تواجه أي مشكلة تقنية بجهازك مش انت بتشاهد فيديوهات يوتيوب في المجال وخلينا نحكي مرات بتواجه مشاكل ما بتعرف انك تطبق وراهم بهاي خلينا نحكي بهذا الظرف انت بإمكانك تحجز معي حصة لايف بساعدك وبحللك أنا أي مشكلة تقنية بتواجهك لتكمل في الدورة وهاي ضمانة مننا في سكشتاين سيكيوريتي واللي هي شركتي اللي أنا مأسسها في المجال انك مستحيل تنتهي أو تخلص من دوراتنا إلا وانت فاهم مية بالمية طولت عليكم بهذا الإعلان البسيط ولكن تعالوا خلينا نكمل في المشين اللي بدنا إياها طبعا احنا عملنا ستارت للمشين المشين هاي ببساطة هي عبارة عن ستارت أب أو شركة ناشئة عندهم خلينا نحكي ويب سيرفر وعندهم مشاكل فيه فطالبين منك تقوم باختبار اختراقه وتفرجيهم كيف اختراقته وتعطيهم نصائح حمنية في الموضوع والله على عيننا وعلى راسنا ما في أي مشكلة شغلناها والأمور تمام الآن بدنا نشبك VBN مع سيرفر نصير على نفس الشبكة مع هذا الويب سيرفر ونقوم باختبار اختراقه نكبر لك الشاشة شوي خلينا نعطي صلاحيات الروت أوكي خلينا نفتح داونلودز أوبن VBN على بلاك جاك 3 كوننكشن انترايز بير كوننكشن أوكي ما في أي مشكلة لو عملنا لها cancel الاس ببساطة عندك لحد بلاك جاك 4 أوكي خلينا نتصل بالVBN الآن أعتقد الآن رح يزبط العملية بالكامل ننتظر شوي أوكي اشتغلت معنا initialization sequence completed أوكي احنا الآن على نفس السيرفر معها الآن لو عملنا refresh طبعا هاي الماشين تصنف easy بالنسبة للماشينز الأخرى اللي حلناها بإمكانك تشوف السلسلة بالكامل يعني حاليا وصلت لـ 25 فيديو كل فيديو بتعلق بعملية حتى في فيديوهات بتعلق بعمليات تحقيق جنائي على حاسوب تم اختراقه هذا الـ IP address طبعا بعد ما اتصلنا بالـ VPN طبعا تراي هاك مي والموقع جدا ممتع يعني أنا هو الموقع فيه أغلب فيه كثير من الخدمات والماشينز بتقدر تختبر اختراقها مجانا وأنا وعدكم بهاي السلسلة كل الماشينز تكون مجانية ولكن اشتراك الشهري تبعه 15 دولار بس فعليا يعني افضل مبلغ دفعته بحياتي عموما ما في اي مشكلة الان هذا الـ IP تبع الماشين اول شيء دايما منبدأ فيه واللي هو طبعا نترك هاي التيرمن اللي بحالها صلاحيات الـ Root وطبعا مستحيل أنسى أكبر لك الشاشة لحتى تشوف مصبوط أوكي InMap SC أو عفوا طبعا احنا كبرنا على الكلام أنه نرجع نشرح لك الـ InMap وإيش هاي الأوامر معناها فخلينا مركزين على الهدف تبعنا نلسق الـ IP Address هذا الـ IP تبعنا ولا آلا آلا عفوا عنا كان مشكلة شكله في مشكلة في الـ Connection خليني بس أتأكد بس من شغلة بسيطة فكرت حالي غلطت بالـ Switch أوكي اشتغل معنا ما في اي مشاكل نرجع هون حطينا SC 10 A أوكي الآن بتبلش بدون اي مشاكل انا غلطت بالـ Switch سبحان الله لسه بقولك اكبرنا على الشرح طلعت انا بدي شرح عموما ما في اي مشكلة بعد ما فتحنا خليها الماب براحتها تشتغل بعد ما فتحنا الـ IP Address طبعا في الموقع مش معطينا اي ارشادات او تعليمات لحتى نطلبها قيل لك هاي الماشين طلع لي ملف الـ TXT والروت TXT ايش فيهم ليتأكدوا انك اخترقت الماشين اولا وثانيا وجدت ملف الروت اوكي فخلينا ناخذ راحتنا ما في اي مشكلة راح نحتاج موقع طبعا بنتست منكي اوكي هذا هو بنتست منكي على جوجل اوكي خلينا ما في مشكلة بدنا عش نتأخر الان هذا الموقع شغال ومركب او منصب عليه خدمة Fuel CMS وهو احد يعني اللي بعرفه خلينا نحكي في تصميم المواقع او برمجتها فهذا نظام لادارة المحتوى فش داعي نشرح انه اكثر من هيك الان لو نزلنا شوي بالبيانات طبعا الموقع هاي او خلينا نحكي لما تنزل هاي الخدمة بشكل ديفولت بكون معطيك شوية نصائح وامور لتشغيله تمام لا تفوت خلينا نحكي للـ Control Panel من خلال هذا الرابط ومن خلاله بتلاقي الـ Username والواسور تابعونا كلهم بس احنا مش روح نعتمد على هاي المعلومات احنا بننفرجيهم عملية اختبار الاختراق اوكي فاحنا اول معلومة وجدناها في الموقع نشوف انماب خلصت قبل ما نمشي فيها اوكي انتهت انماب ما في اي مشكلة البورتات المفتوحة اكيد راح يكون 80 مفتوح خلينا نحكي شغالة بـ Fuel CMS اوكي انماب لا حاجة لها ولا عازل الموضوع ما في اي مشكلة اول معلومة موجودة عندنا اللي هي انه الـ Virgin او الاصدار طبع لـ Fuel CMS 1.4 واكيد تعلمنا من خلال هاي السلسلة انه في امكانية لنقوم بعملية الاختراق عن طريق الـ Public Exploitation يعني في ناس اكتشفوا ثغرات بأنظمة محددة او بخدمات معينة ونشروا عليها CVE بيسموها او اخذت ثغرات تبعتهم رقم CVE خاص فيها وبالتالي نشروا كيفية استغلال هاي الثغرات وطبعا هذا شيء مش خلينا نحكي هذا شيء قانوني مية بالمية تمام؟ لأنه من خلاله انت بتفيد المجتمع بتفيد الناس بعد ما تنشر هذا التحذير اللي بيفرجيك كيف بتم اختراقه فالناس بتضطر انها تحدث ولكن خلينا نبحث اذا في ثغرات على الموضوع يعني كنت قد سمعت انه في عليه وانا اكيد انت مش رح يمر عليك هذا الفيلم اني انا سمعت انه في عليه ثغرات RCE او Remote Code Execution ولكن انا بمشي معك وبعطيك على نفس الجو ولا اكيد انا مخترق هاي الماشين من قبل نشوف ثغرات Remote Code Execution بدنا اشيها من GitHub نشوفها من Exploit DB اوكي هاي الداتا بيس العالمي للExploitation آآ تمام الصوت واضح خليني بس بقع بتأكد من الصوت اوكي امورك طيبة هاي طبعا الملف كامل آآ نشوف اذا محتاجين نعمل هذا هو اللينك طبعا انت بتختار اللينك تبعك هذا الامور اللي بتكتبها اوكي ما في اي مشكلة if not in url intervalid url اوكي تمام فلازم اضيفها لا ما اعتقد البروكسي لا لا ما بدها اي موديفكيشن بيمكننا ننسخل السكريبت كاملة وبيمكننا ببساطة نقوم بتنزيله تمام الآن نفتح التير من الثانية نفتح الdownloads قلينا نعمل clear لحتى كل شيء يكون واضح تمام ما في اي مشكلة الآن python لانها .py تمام انت شفت معي اكيد ولكن يعني لا ضرر من الاعادة في الموضوع هذا هو وطبعا زي ما انا شفت بالموديفكيشن لازم احدد العملية بهذا الشكل http هذا هو ال ip address 7 machine argument اوكي لازم اكتب .u تمام تمام ما في اي مشكلة انسينا ال switch اللي هو الرابط امورنا الآن طيبة تم تنفيذ الثغرة بكل بساطة طبعا انا ما شرحت لك هاي الثغرة ايش هاي الثغرة انا من خلالها بكون عندي اه يعني خلينا نحكي اتصال في او تحكم كامل على السيرفر في الموضوع تمام بقدر اتصل من السيرفر واخترقه من بعيد تمام اتصال اه يعني نحكي ولكن ما في اي مشكلة خلاص الوضع صار مشروح امامك وهاي الثغرة شغالي على الاصدارات من واحد بوينت اربعة فما تحتها فما اقدم منها لهيك احنا اول نصيحة ممكن نقدم لهم اياها انه حدثوا لفيول سي ام اس اللي عندكم اوكي عموما خلينا نركز بعملية الاختراق الان وبرجع وبكررلك اذا حابب تتعلم هذا الكلام بشكل عملي وممتع وبحيث يفيدك في مستقبلك شوف البوب سايد تبعنا او تواصل معي واتساب او تليجرام او اي خلينا نحكي اي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا الموجودين اس في الفيديو بالدسكريبشن الان بدنا نكتب اي كومند بدنا اياه اوكي فخلينا لو كتبنا مثلا الاس انتظرنا شوي انتظرنا شوي ما في اي مشكلة اوكي ردلي الموضوع ما في اي مشكلة الان طبع عشان اي كتضغط انتر اكثر من مرة ولكن هاي هي الملفات اللي موجودة هون الان هاي التيرمينال ما بتفيدنا مش يعني لازم نعمل لها ابي جريد ولكن قبل ما نعمل لها ابي جريد كونه معي ثغرة ار سي اي بدي اتحكم او بدي يكون عندي تحكم افضل تمام والتيرمينال متفاعلة معي تمام وانا مرتاح وانا بستخدمها وبتعطي الاوامر بشكل اسرع من هيك تمام انت شفت قدش استنينا فانا الان بامكاني اني اعمل حركة بسيطة نعمل نيو تاب واللي هي اني افتح ريفيرس شيل في هذا السيرفر ومن خلاله اتحكم فيه من نت كات كيف هذا الكلام بده اصير ريفيرس شيل طبعا يعني زي كأنك زرعت تروجن صار عندك تحكم عليها وانا كونه انا اصلا داخل هذا السيرفر فبقدر ببساطة افتح لنفسي باكدور ومن خلاله اقوم بالتحكم فيها في البداية بدي ابعت اتصال ونحدد بورت معين خلينا نخليه اربعة اثنين اربعة اثنين تمام والان قاعدة بتعمل لسنينج او عفوا نعمل لسنينج الان انا على نفس النتورك مع هاي مع الويب سيرفر نفسه اوكي فانا من عندي من جهازي فتحت لسنر او خلينا نحكي عن طريق اداة نت كات خليتها تستمع على الشبكة على اي جهاز او سيرفر بتصل على البورت اربعة اثنين اربعة اثنين تمام فهي الان قاعدة بتعمل لسنينج وبتستنى يصل اي شيء زمان كانوا يسموع ان العرب الله يسامحهم التبليغ على ايام الانجيرات وغيرها ولكن ما في مشكلة خلينا نكمل لان احنا محتاجين نستخدم موقع بنتست منكي خلينا نفهم ليش تمام نكتب بنتست منكي طبعا هذا موقع مليء بالسكريبتات والامور الجاهزة اللي بتفيدك في عملك وصدقني كونه احنا لازم ناخذ دايما الطريق المختصر والسريع يعني ماشي ممكن يكون عندك مهارات برمجية بس اش تغلب حالك مدام في سكريبتات جاهزة مدام في امور جاهزة انها تساعدك ما في داعي بنتست منكي ريفيرس شيل نتكات اوكي راح ناخذ اوامر بتفتح لنا اهاي ريفيرس شيل تشيت شيت اوكي تعطيك اوامر باكثر من لغة برمجة او لغة من خلالها انت بتفتح ريفيرس شيل في المكان اللي انت فيه طبعا احنا لا هذا اوكي هذا الامر اللي بيفيدنا هذا الامر اللي بنا نستخدم الموضوع عليه اوكي فهي خلينا ننسخه زي ما هو نعمل له كابي اوكي نفتح او اي عندك لانه احنا بحاجة انه نزبط الموضوع اوكي ياس ان شاء الله نلاصق فيها شي قبل هيك اي نعمل لها تكبير زي ما انت شايف هذا المكان لازم يكون الاي بي ادرس تبع جهازي وليس الماشين تمام وين هو الاي بي ادرس تبع جهازي اكيد مش راح تطلعه بالطريقة العادية هذا هو الاي بي ادرس فلازم انك تفتح له مكان خلينا نعمل لانش لانيو انستنت نكبر لك التيرمنال شوي اف كونفج التونلينج طبعا على هذا الانترفيس هذا هو الاي بي ادرس سبعي منغير مكان الاي بي ادرس بيست وببساطة الامر منخلي او عفوا البرت منخليه اربعة اثنين اربعة اثنين اللي هو البورت اللي استخدمنا ننسخ الامر بكل بساطة نفتح التيرمنال تبعتنا ومنعمل نكتب هذا الامر ننتظر شوي التيرمنال لعنا وصلها بدناش نحكي التبليغ الله يرحمها من ايام ما في اي مشكلة وصلها الاتصال الان صار عندي الان تيرمنال مفتوحة ولكن هاي التيرمنال بحاجة الى ابي جريد الابي جريد بسيط بصير عن طريق امر ممكن يتم تنفيذه داخل البايثون بكل بساطة فانا بامكاني اني اخذه ايضا عن طريق جوجل انا طبعا ما بعلمك هذا الكلام لاني انا عدته الف مرة بالفيديوهات بامكاني اكتب الامر امامك يعني بايثون داش سي امبورت بيتي واي بس احنا هذا الكلام ما بدنا اياه بدي افرجيك احنا من وين جبناه لحتى تفهم هذا الموضوع ايش بعمل فلو كتبنا بايثون بيتي واي سبون اوكي ما في اي مشكلة وين بدنا نلاقيه هذا هو من خلاله انت بتعمل لتصير تفاعلية تمام هذا هو بايثون ثري بس بدنا اعشيها بوينت وون هاي ونكتب ممكن لوحدها ما في اي مشكلة نروح للتيرمينل نعمل له لصق اه التيرمينل هاي مش تفاعلية فبقدر شاقر رفز هذا الكلام طيب لو خليناه مثل ما هو هل بيشتغل اوكي بايثون ثري بوينت وين ما وجده نمسك هذا الامر نحدد عليه نرجع على التيرمينل وبكل بساطة كتبنا الامر اوكي لا بهذا الشكل ما بنفع ايضا اوكي لا لا لسه التيرمينل ما زبطت معانا بالشكل الصحيح خلينا نزبط الموضوع شوي اكثر هذا الفراغ نشيله هي حساسة لحالة الاحرف والاسطور ما في اي مشكلة الان مفروض انه يشتغل بكل بساطة طب خلص ما في اي مشكلة راح نتعامل معها بالشكل العادي ونفهم الموضوع بعدها نشوف احنا وين الان احنا عفار طيب بنا ناخد اليوزر دوت تي اكس تي اللي هي الفلاق الاول لانه احنا استغلينا الثغرة وقمنا باختراق الويب سيرفر اسمعي ما فيها فقدنا اليوزر دوت تي اكس تي. تمام؟ خلينا نكتب مثلا امر ls اه طبعا ما قدرش اكتب تاب وانا بتعقد من الترم ان لما قدرش اكتب تاب فيها عموان ما في مشكلة عندك ملف الهتش تي ام ال لا هيك ما بيضبط معانا لو رجعنا لورا اتش تي ام ال ندخل الهتش تي ام ال و لكن احنا هي غلط لا لازم اشوف احنا مش في المكان الصح انا متأكد من هذا الكلام. فثواني خلينا نشوفها. يعني هي مفروض تكون على عفوان طبقت الامر على الشاشة الثانية اللي كان فيها او مسجل الفيديو. عمو ما في اي مشكلة. اه منكتب خلينا نعمل داتا. اللي هو احنا اصلا. انا نسيت مفروض اعرفت انا اي يوزر. تمام? ما في اي مشكلة. نفتح داتا. اوكي. عمل الهاكات. وبكل بساطة هاي هي الافلاق الاولى. نعمل لها كبي. وبيست هون. كوريكت انسر. طيب ظل عنا الروت دوت تي اكستي. فاحنا محتاجين نعمل عملية اللي هي تصعيد الصلاحيات. بحيث اذا انت معك صلاحيات يوزر عادي. اللي هو في حالتنا الدب دب دب داتا. تمام? بدنا ناخد صلاحيات الروت لنقدر نشوف ونعدل كروت داخل السيرفر. وهذا هو الشيء اللي بيكفي في الموضوع. تمام? فلو ارجعنا للمكان اللي احنا كنا فيه. اللي هو var. اه لا. html. صحيح ولا انا غلطان? var www.وكي. html. طيب. بهذا الشكل. نشوف ايش الملفات اللي عندنا. لو فتحنا ملف طبعا انت راح تاخذ شوية تبحث تشوف الملفات ايش في ثغرات داخل السيستم. تمام? اوكي. 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 رجعنا كتبناها غلط. رجعنا كتبناها اوكي. احنا قبل. اوكي. احنا دخلناها الان. اي الملفات اللي موجودة فيها. فالان احنا محتاجين ممكن. ندخل لملف. نستول. داتا باك اوب. سكريبت. لايسنس. ندخل الابليكيشن. طبعا انت بتكون بتحاول تمسها راوند يعني ظلك تفتش تشوف امور ايش ممكن تلاقي معلومات. الابليكيشن ايش موجود في عندك الكاش? الكونفيج طبعا. اوكي. انت هنبلش توصل للمعلومات اللي بدك اياها. كونفيج. بدنا نشوف اللي هو داتا بايس كونفيج. طبعا. دوت كون. دوت بي اتش بي عفوان. هذا هو الملف بالكامل وزي ما انت شايف. طلعنا في خلينا نحكي اليوزر نيمز والباسورد تبعت الداتا بايس. وزي ما انت شايف. الروت الباسورد تبعه مي 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 مي. مي مي مي. تمام? فخلينا نكتب سوبر يوزر روت. نكتب الباسورد مي مي مي. تمام تمام. احنا الان مفروض نكون روت. بس تيرمنل يعني متعب ببعض الشيء. اوكي. طلعت معنا التيرمنل كاملة تم عمل الها. ما في مشكلة. مين انا الان? بقول لك انت روت. خلص. احنا الان اخترقناها. مفروض الان ننتهي. ولكن بدنا نرجع لل. نروح للروت. في عندك. اوكي. دوت تي اكس تي بهذا الشكل. وهاي هي الفلاك تبعتنا. ضم اخترقنا المشين الف مبروك صديقي. بتمنى انه استمتعتوا بهذا الشرح. طب احنا دائما الشرح تبعنا الرتم تبعه بقل في نهايته. بصراحة اشتكت لهذه السلسلة معاكم. وانا بوعدكم اني راجع لها بقوة. كان معكم سيف مخارزة. تنساش تشيك على الويب سايت تبعنا. وتشترك في الدورات اذا حبيت اسلوب الشرح. مع السلامة.